اول مرة تقرر تقرأ معناها تقرأ مسرح عائلتك شنو قلت لك? حكاية كبيرة هذي. خاطر مقتلي قررت نقرأ مسرح. دونك انا جاي من عائلة محافظة. ولدتي وبابا لا يرحمه توفى. توفى عامة اللي انا بخوم يغاني بش نقرأ اساد دونك عامة اربعة وتسعين. فعندي يخويا الكبير يو كان محافظة شوية والخول كبير وكل كان ضد انو نقرأ في تونس ونمشي لتونس. فصارت شوية حاجات وكل وامي وقفت معايا وقتلو هي قليت قرار وبش تمشي تقرأ وهي اذا ما قررت يعني هي اختارت خليها تختار كما انتي اخترت حياتك. وبعض اخويا بانسوغ فرحل بالعكس يعني اخوتي الكل اللي سان تخي فير دموا فخورين بيا ويحبوا يادوكوا اي يادوكوا. مي وقتا ذاكر قليت قرار يعني فميش يعني ساي.